ما حدثنا به إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه عبر أبي خالد الكابلي عن أهل زمان غيبة الحجة بن الحسن ومن أنهم سيكونون أفضل من أهل كل زمان لماذا؟ لأن الله سيعطيهم ماذا يعطيهم؟ عقولاً وأفهاماً ومعرفة قطعاً هذا الأمر يتحقق عبر إمام زماننا فالإمام السجاد يتحدث عن زمان غيبته صلوات الله عليه في نهج البلاغة في الخطبة الخمسين بعد المئة الطبعة طبعة دار التعارف بيروت لبنان أمير المؤمنين يتحدث عن الفتن العظيمة التي سيصاب بها الناس في زمان غيبة القائم صلوات الله وسلامه عليه إلى أن يصل في حديثه عن البرنامج الذي سيتحقق زمان الغيبة كل ذلك كما يقول أمير المؤمنين في سترة عن الناس فالإمام في حال سترة مثل ما قلت لكم الروايات سمتها الغيبة وسمتها الهدنة وسمتها الفترة وأمير المؤمنين هنا يسميها السترة فهي غيبة وهي هدنة وهي فترة وهي سترة في سترة عن الناس لا يبصر القائف أثر ولو تابع نظر ثم ليشحذن فيها قوم شحذ القين النصر القين الحداد ثم ليشحذن فيها قوم بما يعطون من العقول والأفهام والمعرفة حتى تكون الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة المنطق هو واحد ثم ليشحذن فيها قوم شحذ القين النصر مثل ما يشحذ الحداد السيف تجلى بالتنزيل أبصارهم ويرمى بالتفسير في مسامعهم من هذا الذي يرمي بالتفسير في مسامعهم إنه إمام زماننا بما أعطو من العقول والأفهام والمعرفة مستوى من مستويات التحديث الغيبي مثل ما هناك تحديث غيبي في زمان الظهور قرأت عليكم الرواية قبل قليل من الخرائج والجرائح من أن أشياع الإمام سيكونون على تواصل مباشر مع إمامهم ذلك مستوى من مستويات التحديث الغيبي وهناك مستويات أخرى تناسب عصر الغيب تجلى بالتنزيل أبصارهم ويرمى بالتفسير في مسامعهم ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح الصبوح عند الصباح والغبوق عند المساء فإن الحكمة تصل إليهم صباحا ومساء كي تتفجر ينابيعها من قلوبهم على ألسنتهم بالله عليكم هل نعرف مرجعا في زماننا على الأقل يتصف بهذه الأوصال ما هم مرتكسون من سيستانيهم إلى أسفل واحد فيهم مرتكسون في العيون الناصبية القذرة كل ما يتقيأون به من تلك العيون القذرة فتاواهم قذرة عقائدهم قذرة تفسيرهم قذر كتبهم قذرة حوزتهم قذرة فضائياتهم قذرة وكلاؤهم قذرون خطباؤهم قذرون من الذين يخاطبهم رسول الله ويخاطبهم أمير المؤمنين في يوم القيامة يا قذر يا طفس والطفاسة أشد من القذارة وهذا مر علينا في الحلقات المتقدمة يا قذر يا طفس لماذا؟ لأنهم يخالفون منهج محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما ومنهج محمد وعلي هو منهج الغديرين منهج الغدير العلوي ومنهج الغدير المهدوي فهل عندنا في مراجعنا ممن يمكن أن ينطبق هذا الكلام عليهم؟ كتب تفسيرهم كتب ضلال خطباؤهم الذين يفسرون على منهجهم خطباء ضلال دروسهم في التفسير إذا كان هناك فيهم من يدرس التفسير دروس ضلال برامج وكلائهم وتلامذتهم في التفسير على الفضائيات برامج ضلال ما يصدرونه من فتاوى يرجعونها إلى تفسير آية أو تفسير رواية فتاوى ضلال إنها حوزة ضلال مدارس ضلال مكتبة ضلال أنتجتها هذه الحوزة مؤسسات ضلال هذا هو واقع الشيعة في يومنا هذا هذه المضامين لا وجود لها هذه المضامين تتحقق في مجتمع كالمجتمع الذي تحدث عنه إمامنا السجاد مع أبي خالد الكابلي وهذا المجتمع لا وجود له أساسا لأن الشيعة أخذهم مراجع حوزة الطوسي في الضلال بعيدا وبعيدا جدا هذا هو واقع الشيعة تخبرنا الوثيقة الدخية عنه رجاء أعرض لنا الوثيقة الدخية ما رد أجيب الأسوان واحد قل لي أدى على شنو مستعجب على شنو مستعجب قلت لنا الأخر بابل ما توصل للنوبيلية؟ قال توصل اطمئنن تركبهم يعني باشي عمر تركبهم وتقول لهم ديخ والله نفع عبارة بها واحد من الأعلاق أتضر خمسة قال ليه مستعجب مش درها قولينا تركب يعني خلاغة أغميشيني كما تقول خلاغة أغميشة جميع تبقوا لهم وكان حالة أسوان فقوش ديخ عرفيق فقوش والنص عباسل كنا على ثقه وكلكم تعرفونا لأنه مارد أجيب الأسوان لا معلم إجمالي لا معلم إجمالي هذا هو واقع الشيعة لا هو الواقع الشيعة هذا هو الله هذا هو واقع الشيعة ليشحدن فيها قوم في زمان الغيبة تأكيد واضح لام التأكيد معنون التوكيد المثقلة المشددة ليشحدن فيها قوم شحذ القين النص تجلى بالتنزيل أبصارهم ويرمى بالتفسير في مسامعهم يرمى بالتفسير في مسامعهم ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح الحكمة تتنزل عليهم صباحا ومساء أين هؤلاء؟ أين نجدهم؟ رجال الكشي وهذه الطبعة مركز نشر آثار العلامة المصطفوي طهران إيران إنها الطبعة الرابعة 2004 ميلادي الحديث الثاني في أول الكتاب وفي الحقيقة هذا الكتاب ما هو بكتاب رجال لكنه هكذا يعرف رجال الكشي هذا كتاب حديث على أي حال الحديث الثاني عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أعرف منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عننا هذا أمر ظاهر هذا علم مكتسب قطعاً يحتاج إلى توفيق منهم يحتاج إلى توفيق من إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه التوفيق خير رفيق في الطريق أعرف منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عننا إحسان الرواية له تفصيل إحسان في الحفظ نصاً أو في الحفظ مضموناً بنحو لا يسبب خللاً ونقصاً في معنى الحديث فإحسان الرواية إحسان حفظها نصاً كما قالها المعصوم أو إحسان حفظها مضموناً حيث يحافظ حافظ الرواية مضموناً على معناها إحسان الرواية أن نعرف ملابساتها الإمام حين قالها متى قالها لماذا قالها ولمن قالها وفي أي ضرف وفي أي خصوصية قالها صلوات الله عليه إحسان الرواية إحسان إلقائها إحسان عربيتها إحسان الرواية إدراك معناها وفقاً لفصاحتها وبلاغتها إحسان الرواية معرفة أن الرواية جاءت بلسان التقية بلسان المدارات هل هي متشابهة محكمة عامة خاصة مطلقة مقيدة ناسخة منسوخة إلى سائر التفاصيل الأخرى أعرف منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عننا وهذا كله علم محصل مكتسب فإن لا نعد الفقيه منهم فقيها من أولئك الذين يحسنون رواياتنا في أعلى المستويات الإمام يتحدث عن فقهاء الفقيه عند أهل البيت هو في أعلى مستويات رواية الحديث لا كفقهاء حوزة النجف وين ما أكواحد أثول أخبر يسمون فقيه ويصفون بأنه الأعلى أنا أتحدث عن الفقهاء عند محمد وآل محمد أتحدث عن الفقيه عند جعفر الصادق لا أتحدث عن الفقيه عند الطوسي أو عند مرتضى العنصاري أو عند الخوعي أو عند السيستاني ما أنا حدثتكم عن إسحاق الفياض هو الفقيه الأعلم من وجهة نظر السيستاني وأنتم رأيتم ولمستم وشاهدتم ما هو إسحاق لا أريد أن أعيد الكلام بخصوصه هؤلاء هم فقهاء حوزة النجف وكربلع أخرطي أخرطي بخرطي بخرطي من أولهم الآخرهم الذين ماتوا هو الأحياء والقادمون الإمام الصادق يتحدث عن الفقهاء بحسب ما يريد هو أعرف منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عننا فإن لا نعد الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا هم يقولون عنه فقيه أخرطي مثل ما يقول السيستاني عن إسحاق الفياض من أنه الأعلى مثل ما الآن يقدمو لكم بخر الإيرواني على أنه الأعلى على أنه المرجع من بعد السيستاني أخرطي بخرطي هذا هو واقع حوزتي الطوسي واقع حوزتي النجف وكربلا أعرف منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عننا فإن لا نعد الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا هذا هو التحديث الغيبي ولكن بمستوى يناسب زمان الغيب يرمى بالتفسير في مسامعهم ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح هو هذا هذا الذي كان يتحدث عنه أمير المؤمنين يرمى بالتفسير في مسامعهم ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح هؤلاء هم الذين تتفجر ينابيع الحكمة من قلوبهم على ألسنتهم مذهل ليطلعون مسلتون من نواب الشيطان ومن آهيات الشيطان العظمى أعرف منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا فقيل له أو يكون المؤمن محدثا هذه من صفات الأنبياء أو يكون المؤمن محدثا ونحن في زمان الغيبة قال يكون مفهما مفهما والمفهم محدث يرمى بالتفسير في مسامعه ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح بما أعطاهم الله تبارك وتعالى من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة أولئك المخلصون حقا وشيعتنا صدقا والدعاة إلى دين الله عز وجل سرا وجهرا التواصل الذي حدثتنا الأحاديث عنه في زمان الظهور ما هو بمستغرب فهذا التواصل موجود في زمان الغيبة ولكن بمستوى يناسب زمان الغيبة فقيل له أو يكون المؤمن محدثا قال يكون مفهمان والمفهم محدث مثل ما قال أمير المؤمنين في نحج البلاغة الشريف في الخطبة الخمسين بعد المئة قرأت عليكم جانبا منها من أنه يرمى بالتفسير في مسامعه ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح ابحثوا عن هؤلاء هؤلاء هم الذين يمثلون مسار التعظيم إن كانوا موجودي أنا أقول لكم لا وجود لهم لا وجود لهم إحنا عدنا مجموعة سرابيت ومساليت الواقع هو الذي يثبت لنا هذا الفضائيات موجودة الكتب موجودة الدروس موجودة هم موجودون بالصوت والصورة كل شيء متوفر في زماننا يمكنكم أن تكتشفوا هزالهم وجهالتهم وسفاهتهم أتحدث عن المرجع الأعلى ومن هم في صفه لا أتحدث عن الصغار أتحدث عن الذين يقال عنهم الأعلى الأفقى هؤلاء سفاهتهم واضحة وجهالتهم واضحة هؤلاء هم دعاة التقزيم وما هم بدعاة التعظيم قارنوا بين مسار التعظيم الذي عليه قنة القمار وبين مسار التقزيم الذي عليه نواب الشيطان آيات الشيطان العظمى في حوزة النجف وكربل نذهب إلى فاصل عن إمامنا الصادق عن أبيه الباقر صلوات الله عليه عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كيف بكم إذا فسد نساؤكم وفسق شبانكم ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر فقيل له ويكون ذلك يا رسول الله قال نعم وشر من ذلك كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف قيل يا رسول الله ويكون ذلك قال نعم وشر من ذلك كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفة تم الكلام في الجهالة والسفاهة والجهل ومشكلتنا مع الجهالة والسفاهة والجهل مشكلتنا نحن الشيعة طويلة وعميقة وواسعة وعريضة لأننا نقدس أناسا هم حقيقة الجهالة والسفاهة والجهل وجهلهم جهل مركب في أقبح ما يمكن أن يكون هؤلاء أصحاب العمائم مخزن كبير للجهالة والسفاهة والجهل من كبيرهم إلى صغيرهم إذا شذ منهم شاذ فبرحمة من الحجة بن الحسن وإلا فهم من كبيرهم إلى صغيرهم هم خازن ومنابع للجهالة والسفاهة والجهل وأتحدث عن الجهل المركب مشكلتنا نحن الشيعة مشكلة طويلة عريضة وبعيدة في التأريخ تعود بنا إلى سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة حين أسس الطفسي الحوزة المشؤومة في النجف ولا زالت على جهالتها وعلى سفاهتها وعلى جهلها المركب منذ أن أسسها الطوسي وفقا لهذه الأسس وإلى يومنا بل إن الحال تضاعف وتعقد أكثر على أي حال تم الحديث في منابع الظلم هذه في منابع البرنامج الإبليسي الجهالة السفاهة الجهل رابعا الخوف الخوف بسبب الملابسات والظروف التي تحكم الواقع الذي يعيشه الإنسان فإن الخوف سيتمدد ويتفرع ويتشعب إلى شعب وشعب هناك خوف عند الإنسان من المستقبل أتحدث عن زماننا هذا عن زمان الغيبة هناك خوف من الحكام هناك خوف من الأعداء والأعداء مراتبهم في حياتنا كثيرة في ثقافة العترة الأصدقاء ثلاثة والأعداء ثلاثة الأصدقاء صديقك وصديق صديقك وعدو عدوك هؤلاء هم الأصدقاء صديقك وصديق وصديق صديقك وعدو عدوك أما الأعداء فعدوك وصديق عدوك وعدو صديقك هؤلاء 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 هم الأعداء عدوك وصديق 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 الخوف من المستقبل الخوف من الحكام الخوف من الأعداء الخوف من الأقوياء من الأقوياء جسدا سلاحا مالا سمعة اجتماعية سلطة في الواقع الخوف على ما يمتلكه الإنسان من الضياء الخوف 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 لكن أكثر خوف يكون شاغلا للإنسان أن يخاف الإنسان على حقوقه أن تضيع وكذلك أن يكون الإنسان خائفا من أنه لن يستطيع أن يحصل على حقوقه الضائعة حقوق مادية حقوق معنوية ولكن بالدرجة الأولى إنها الحقوق المادية وحتى إذا كانت الحقوق حقوقا معنوية فإنها تؤدي إلى حقوق مادية فأكثر خوف الإنسان على حقوقه المادية إما أن تكون متوفرة لدي فهو يخاف على ضيائها وإما أن تكون قد سلبت منه وهو خائف من أنه لا يستطيع أن يستردها من المساحات التي يرتبط واقع الإنسان بها القضاء القضاء مساحة يستطيع الإنسان من خلالها أن يحصل حقوق أو أن تضيع حقوقه في هذه المساحة القضاء حتى لو كان نظيفا لو كان منسجما مع القانون لو كان ملائما لحقوق الذين يترافعون عنده حتى لو كان القضاء هكذا فهناك الكثير من الملابسات التي تجعل القضاء الذي نعرفه في واقع حياتنا ليس قادرا على أن يعيد الحقوق الضائعة في كثير من الأحوال أو أن يحافظ عليها أن يحافظ عليها عند أصحابها هناك مشكلة الأدلة مشكلة الأدلة تارة لا تكون الأدلة متوفرة فتضيع الحقوق وتارة تتعرض الأدلة للتزوير وللتحريف شهادات الزور مثلا أدلة محرفة ولكنها إذا جاءت بنحو مرتب بشكل يكون خادعا للقضاء فإن الحقوق ستضيع وربما تقدم الأدلة الصحيحة لكنها لن تكون كافية بحسب موازين قوانين القضاء إذن الأدلة مشكلة إذا لم تكن متوفرة إذا ما زورت وحرفت الأدلة أو أنها لن تكون كافية بحسب موازين قوانين القضاء هناك أيضا ما يعرف من أن القانون لا يحمي المغفلي فالمغفلون الذين خدعهم من خدعهم وفقا لخديعة محبوكة لا يستطيعون أن يحافظ على حقوقهم التي عندهم ولا يستطيعون أن يستردوا حقوقهم التي ضيعت لأن القانون لا يحمي المغفلين إنها العدالة العمياء كما يصفونها العدالة العمياء هناك من الأشخاص يمتلكون حصانة حصانة وحتى هناك من الممتلكات تمتلك حصانة فإذا كنت صاحب حق فإنني لن أستطيع أن أسترد شيئا من القضاء بسبب هذه الحصانة هناك حصانة الأشخاص وهناك حصانة الممتلكات أيضا هناك الحصانة التي تعيق الوصول إلى الحق لا أستطيع أن أصل إلى حقي هناك الثغارات القانونية على سبيل المثال هناك مدد قانونية بسببها تسقط الحقوق إذا لم يترافع صاحب الحق في زمان محدد فإن حقه سيضيع هناك الثغارات القانونية التي يستطيع من خلالها المبطل أن يكون منتصرا أن يكون فائزا في ساحة القضاء وحينها تضيع الحقوق هناك أدلة سرية لا يحق لصاحب الحق أن يأتي بها لأنها أمور سرية في البرامج الحكومية هناك أدلة إذا استطاع صاحب الحق أن يحصل عليها بطريق وآخر وهي تثبت حقه لن تأخذ بها المحكمة لأنها لا بد أن تصدر من جهة رسمية وهذه التي يقدمها صاحب الحق مع أنها بشكل واقعي ووجداني تثبت حقه لكنها لم تكن قد وقعت وقد صدقت من قبل الدوائر الرسمية المختصة وهناك وهناك هذا كله مع افتراضي أن القضاء نزيه أن القضاء نظيف وأين هذا القضاء النزيه والنظيف في بلاد العربي وفي بلاد المسلمين وفي دول العالم الثالث وفي واقعنا الشيعي هذه حكاية من حكايات العجائس ربما في العالم الغربي يجد الإنسان قضاء منصف قضاء منسجما مع حقوق المترافعين ولكن ستأتيك طامة التأخير القضاء القضاء بطيء وعملية التأجيل وبعد ذلك يأتي الاستئناف حكاية طويلة طويلة مثل مثل ما نقول في ثقافتنا الشعبية العراقية جيب جيب ليل أخذ عتاب من هنا يأتي الخوف هذا مثال من أمثلة الخوف الخوف في حياتنا مساحته واسعة بسبب الخوف فإننا نظلم الآخرين بسبب الخوف فإننا قد نشهد الزور ونضيع حقوق الآخرين بسبب الخوف نحاول أن نضع أيدينا على أي شيء خوفا على مستقبلنا بغض النظر هل هذا الذي وضعنا أيدينا عليه من حقنا أم ليس من حقنا بسبب الخوف ننصر الظالمين بسبب الخوف نكذب ونضلل ونزور ونفتري الخوف منبع من منابع الظلم منبع واسع جدا ومنبع من المنابع المهمة للبرنامج الإبليسي في حربه ومواجهته للمشروع المهدوي الأعظم ما حدثتكم به عن القضاء كان مثالا وإلا فإن للخوف مساحة كبيرة لكنني لا أستطيع أن أغطي كل المضامين في برنامج موجز وفي حديث مختصر وفي بحث مقتضب سأقرأ عليكم بعضا من الأحاديث هذا هو كتاب الإرشاد للشيخ المفيد وهذه الطبعة طبعة مؤسسة سعيد بن جبير إنها الطبعة الأولى قموا المقدسة صفحة خمسمية وثلاثة وأربعين عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إذا قام قائم آل محمد عليه وعليهم السلام حكم بين الناس بحكم داود حكم داود هذا عنوان مصطلح إنه حكم أسلوب حكم طريقة حكم تتجاوز النقائص التي حدثتكم عنها قبل قليل إذا قام قائم آل محمد عليه وعليهم السلام حكم بين الناس بحكم داود لا يحتاج إلى بينه ليس هناك من أدلة لا يحتاج إلى بينه يُلهمه الله تعالى يُلهمه الله تعالى أهل الإمام لا يحتاج إلى إلهام الإمام أعلى رتبة من هذا لكن الرواية تتحدث عن النظام القضائي هؤلاء قضاة الإمام فالإمام فالإمام لا يقضي لكل الناس في كل الأرض الروايات حدثتنا من أن الإمام ينصب قضاة للملائكة قطعا هؤلاء قضاة مُلهمون بأعلى درجات الإلهام لأن الملائكة هم أهل الإلهام الملائكة هم الذين يُلهمون المؤمنين الإمام ينصب قضاة على الملائكة وفيما بين الملائكة ستأتينا هذه الروايات ربما في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى إذا تسلسل الحديث ووصل إليها فهذا الإلهام صحيح في الرواية منسوب إلى الإمام إنه إلهام لقضاته مر علينا قبل قليل في زمان الغيبة من أن الأئمة لا يعدون الفقيه بنظر الشيعة فقيها حتى يكون محدثا فلما سألوا الإمام الصادق أو يكون المؤمن محدثا قال يكون مفهما والمفهم محدث التفهيم منزلة من منازل الإلهام إذا كان إذا كان الإلهام يتحقق في زمان الغيبة فكيف لا يتحقق في زمان الظهور إذا قام قائم آل محمد عليه وعليهم السلام حكم بين الناس بحكم داوود لا يحتاج إلى بين النظام القضاء هكذا يلهمه الله تعالى فيحكم بعلمه ويخبر كل قوم بما استبطنوه ويعرف وليه من عدوه بالتوسم هذا هو النظام القضائي الذي سيكون زمان ظهور الحجة ابن الحسن مثل ما نسب القرآن الذنوب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ليغفر لك ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر النبي ليس له من ذنب متقدم وليس له من ذنب متأخر يا علي إن الله نسب ذنوب شعتك إلي وغفرها فهذا الإلهام هنا ينسب إلى الإمام في الحقيقة هو إلهام منسوب إلى النظام القضائي زمان العصر القائمي المهدوي القضاة سيكونون ملهمين لأن الإمام سينصب القضاة بين بين الناس وينصب القضاة للملائكة وينصب القضاة في جابلقا وجابرسا وينصب القضاة في الكون فما هو القانون الذي سيعملون به إنه الإلهام إنهم محدثون من جهة إمامهم فنظام الإلهام إذا قام قائم آل محمد عليه وعليهم السلام حكم بين الناس بحكم داوود هذا النظام القضائي ما هو لا يحتاج إلى بين لا ملفات ولا أدلة نعم ستحفظ الحقائق ولكنها ستحفظ بأسلوب جديد يتناسب مع هذا النظام القضائي المتطور لا يحتاج إلى بينة يلهمه الله تعالى فيحكم بعلمه ويخبر كل قوم بما استبطنوه ويعرف وليه من عدوه بالتوسم هذا هو النظام القضائي المهدوي إذا كان النظام بهذا النحو فإن الخوف على الحقوق وعلى ضياعها وعلى عدم استردادها سيتلاشى الجزء السابع والعشرون من بحار الأنوار للمجلس وطبعة دار إحياء التراث العربي إنها الصفحة التسعون إنه الحديث الرابع والأربعون نقله عن محاسن البرقي كتاب معروف من كتبنا بسنده عن بشر بن غالب عن الحسين صلوات الله وسلامه عليه بشر بن غالب يقول قال لي سيد الشهداء قال لي الحسين يا بشر بن غالب من أحبنا لا يحبنا إلا لله جئنا نحن وهو كهاتين وقدر بين سبابتين بشر ابن غالب أنا أقول وقدر بين مسبحتين هذه بالنسبة لي سبابة سبابتان أما بالنسبة للحسين فهاتان مسبحتان هذه سبابتي وهذه سبابتي أما بالنسبة للحسين فهذه مسبحة وهذه مسبحة هذا تقزيم وهذا تعظيم نحن نتحدث ما بين مسار التعظيم والتقزيم فهذا تقزيم من بشر ابن غالب لو كنت أنا الذي أنقل هذه الرواية لقلت وقدر بين مسبحتين وليس بين سبابتين هذه بالنسبة لي سبابت أما بالنسبة لحسين إنها مسبحة يا بشر ابن غالب الحسين يقول لبشر من أحبنا لا يحبنا إلا لله بهذا الشرط جئنا نحن وهو في يوم القيامة جاء معنا فمن أحبنا لله كان معنا هذا هو مراد سيد الشهداء من أحبنا لا يحبنا إلا لله جئنا نحن وهو كهاتي هو قال وقدر بين سبابتين يعني قارب بينهما وقدر بين مسبحتي ولا زال الحسين مستمرا في حديثه صلوات الله عليه ومن أحبنا لا يحبنا إلا للدنيا فإنه إذا قام قائم العدل الحجة بن الحسن وسع عدله البر والفاجر هذه هي عدالة النظام القضائي للحجة بن الحسن مرت الإشارة إليه قبل قليل ومن أحبنا لا يحبنا إلا للدنيا فإنه إذا قام قائم العدل وسع عدله البر والفاجر صلوات على القائم العدل الإمام المأمول المنتظر صلوات تترى وسلام عليك يا بقية الله نذهب إلى فاصل اشتركوا في القناة